السلام عليكم يارب تكونوا كويسين وبخير النهاردة حابة أتكلم معيكم بأسلوب بسيط ومختصر عن نوع من أنواع مكر الشياطين عبر العصور وهأيت كلامي بقيات من القرآن الكريم محكمة وواضحة جدا للجاهل قبل العالم ويلا بينا نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحل أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون صدق الله العظيم ليه كل الأمم اللي فاتت لما بيجي لها رسول بيوصفوه إنه يا مجنون يا ساحل اشمعنا لوصفين دول بزداد هل في حد بيوصي كل الأمم واحدة واحدة إنهم يقولوا للي ما بعوث من عند ربنا أنت يا ساحل يا مجنون ملكش وصف تالت في الحقيقة الرد الموحد ده هو من مكر شياطين الإنس والجن عبر العصور عشان يضلوا الناس ويخلوهم ما يتبعوش الحق عن طريق تجذبهم للرسل لكن الغريب في الأمر هو ثبات وصف المرسلين الحق بأنهم مجنين أو صحرة على مار العصور طيب تعالوا نفهم مع بعض إزاي شياطين الإنس والجن مكرت ولست بتمكر طبعا عشان الناس تكذب الرسل وتصفهم بالجنون يجي واحد وانت قاعد كده في أمان الله يقول لك أنا نبي وبعدها تلاقي الرجل المحترم اللي كان لسه أول مبارح بيقول إنه نبي اتجنن وبيعمل أفعال المجنين وبيقول كلام يخلي أجهل واحد في الدنيا مستحيل يصدق إنه نبي أو رسول أبدا إيه اللي بيحصل للراجل ده بقى هحكلكم كواليس الموضوع اللي بيحصل إن الشياطين بتروح توسوس لواحد عنده مس شيطاني وتقول له انت نبي انت نبي يقوم يلا اشهر نفسك عشان الناس تعرفك ويروح الشخص ده بقى ينشر البشارة الكدابة دي ما بين الناس وبعد ما يتشهر ييجي المس الشيطاني اللي في جسم الراجل ده يمرده ويخليه مجنون لدرجة مستحيل الناس تصدق إنه نبي أو رسول أبدا وتتكرر الظاهرة دي كتير جدا لغاية الناس ما أي حد يقول لهم أنا نبي قبل ما يخلص الكلمة يقول له انت مجنون ومكر الشياطين بينجح في لحظة ما ييجي رسول أو نبي حقيقي فعلا مبعوث من عند ربنا وبيقول لقومه أنا نبي أو رسول فيقول له شفنا من عينتك كتير ما أنت إلا رجل مجنون فيكذبوا الرسول أو النبي الحقيقي من كتر ما شافوا نس مجانين ممسوسين بتدعي النبوة أو الرسالة طيب ماذا لو ربنا أيد الرسول أو النبي الحقيقي بالمعجزات الخارقة عشان يثبت إنه مش مجنون وإنه رسول أو نبي بجد تجري الشياطين تخترع حاجة اسمها سحر التخيل زي السحر اللي عمله سحرة فرعون باستخدام الحبال اللي الناس تخيلتهم تعبين حقيقية رغم إنهم مجرد حبال فيعلموا سحر التخيل ده للناس اللي استهوتهم الشياطين ويقولوا لهم روحوا وروا أقوامكم وكل الناس السحر ده أنا مرسل ليكم فيكذبوه ويقولوله أنت مجنون زي اللي قبلك ولو جلهم بمعجزة من عند ربنا يقولوله أيوة أنت فعلا مش مجنون لأن كلامك كلام حد عائل أنت ساحر وعشان كده لما ربنا أرسل سيدنا موسى لفرعون فرعون قال قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون وسعتها رد عليه سيدنا موسى بسم الله الرحمن الرحيم قال أولو جئتك بشيء مبينا قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين وبعد ما أثبت سيدنا موسى إن معامو عجزة من ربنا لإثبات إنه مبعوث من عند الله فرعون رد وقال قال للملئ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم لأنهم والأقوام اللي قبلهم متعودين إن كل فترة يطلع واحد مجنون ويقول إنه نبي أو رسول ومتعودين خلاص على سحر التخيل اللي حل محل المعجزة لكنهم كانوا يقدروا يتأكدوا إن كان اللي عملوا موسى سحر ولا معجزة عن طريق اللمس يعني اللي يمسك ديل تعبين السحرة هيعرف إنهم مجرد حبال وهم في خيال العين شكلهم تعبين وبرضو اللي يمسك ديل تعبين موسى هيتأكد إنه تعبين حقيقي تصديقا لقول الله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاص فلما سوهوا بآديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين لكن الفرق بين المعجزة والسحر إن المعجزة حقيقية والسحر سرب وبما إننا عرفنا مع بعض مكر الشياطين عبر العصور وبما إننا مش مستنيين رسول أو نبي بعد سيدنا محمد لإنه آخر نبيين لكن خلينا ما ننساش إنه بشرنا ببعث إمام من قل بيته في آخر الزمان وهو الإمام المهدي فلازم نكون عارفين إن نفس السيناريو هيتكرر مع الإمام المهدي الحقيقي وهيدعي كتير بالكذب إنهم الإمام المهدي عشان لما الإمام الحقيقي يكون موجود بنا نقوله أنت مجنون وكذاب زي اللي ادعوا المهدوية قبلك فلازم نتأكد من علم الشخص اللي بيدعي إنه الإمام المهدي من قبل ما نحكم عليه عشان ما نكون شعون للشياطين إنهم يكملوا خطتهم في استدعى عن اتباع الحق اللي بيدعونا إليه المبعوثين من عند الله وبكده أكون خلصت كلامي معاكم عن مجر الشياطين عبر العصور من اللي تعلمته من بيانات الإمام نصر محمد اليماني وأسيب لكم لينك للبيانات اللي تتكلم عن موضوعنا النهاردة تحت الفيديو والسلام عليكم